اشتركوا في القناة بعد زيارة الشباك الشحانية مدرب فريق إشبيريا الإسباني يهز العالم بخطوة تاريخية اتجاه المغربي يوسف فرنصيري الأهل المصري يخاطب الكاف عاجلا قبل مواجهة الراجع الريالي بدونور لهذا السبب برشلون الإسباني يستعد لمفاجأة نجمه المغربي لم يعمل بهذا القرار نفى أحمد الشيخي الخبير القانوني يوم السبب الماضي ما تردد عن صدور قرار من محكمة تحكيم الرياضي الدولي الطاز في النزاع القائم بين النصر السعودي ومهاجمي السابق الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله لعب اتحاج الدحالي وغرد خبير القانوني عبر صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول لم تصدر محكمة الطاز أي قرار في قضية الكابتين حمد الله وناديه النصر وواصل بالقول أساسا لم يتم قيد أي قضية في المحكمة الطاز بين الأطراف حتى هذه اللحظة وكانت تقالي الإعلامية قد أبرزت يوم السبب الماضي أن الطاز أصدرت قرارها في قضية لصالح الدول المغربي حمد الله وكان نادي النصر السعودي قد استأنف أمام الطاز قرار غرفة فض من نزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر لصالح حمد الله في قضية فص عقد اللاعب مع الجانب العالمية وألزمت غرفة فض من نازاعات بالاتحاد الدولي لنادي النصر بالدفاع تعويض مالي حوالي 13 مليون ريال سعودي إضافة إلى 54 ألف ريال تتكرر شهريا كغرامة تأخير في حالة عدم السدد وتجدر الإشارة إلى أن حمد الله يتألق هذا الموسم رفقة الاتحاد السعودي حيث سجل ابن مدينة آسا في المركز التاني في ترتيب هدف الدولي الرشن برصيد 16 هدفا على بعد هدفين من المتصدر أوديون إغالو مهاجم الهلال السعودي أزهم الدولي المغربي أيوب الكعبي في اقتناص السد القطري بطاقة الأوبور إلى نهائي كأس أمير الدولة القطر اليوم لإثنين بعد اكتساح الشاحنة بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف في مباراة النصف وافتتح الإسباني سانتي كازرولا مهرجان الأهداف هدف السد القطري الأول من ركلة الجزاء في الدقيقة الثامن عشر في نصف النهائي الذي أقيم في ملعب عبد الله بن الخليفة بنادي التحيل الرياضية قبل أن يضيف الدولي المغربي أيوب الكعبي الهدف الثاني من كرة هوائية رائعة في الدقيقة الساديسة والعشرون حيث عاد كازوال لتدوين الثاني الأهداف له والثالث لفريقه في الدقيقة الثاني والثلاثون واستطاع السينيغالي إبراهيم غايي تسجيل هدف الشاحنة والوحيد في المباراة في حدود الدقيقة الخمسون وكان أيوب الكعبي قد سجل في المباراة المالية في كاس أمير قطر أمام أم طلال خلال المواجهة التي انتهت بانتصار السد بتلاش أهداف نقابل هدف وتشدر الإشارة إلى أن السد سيواجه في النهائي الفائز من اللقاء الغربي والسليلة الذي سيجرى غدا التلتة يعتقد يعتقد مدرب إشبريا الإسباني خسي الويس من دي ريبار أن علاقته بهدف الفريق يوسف نصيري كانت صعبة في البداية ظن منه أن ابن مدينة فاس لا يستطيع وجوده في النادي الإسباني وذلك استنادا إلى الملامح اللعب المغربي خلال فترة صيام وواصل يوسف نصيري تألقه مع إشبريا بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه أمام في ريال بإثنين لواحد وفي الوقت القاتل وتحدث المدرب الإسباني عن يوسف نصيري قائلنا عندما جئت إلى هنا كان ينظر إلي بوجهه السيء تحديدا مع حلوش الرمضان قلت يا إلهي ما الذي ينتظرني كما أضاف موضحان إنه يريد من يقوم بلسعه وأنا فعلت ذلك لكنه بالفعل سجل أهداف للفريق قد إشبيريا في ست مباريات وتمكن خلالها المهاجم المغربي يوسف نصيري من تسجيل خمسة أهداف كثفت تغريض صحفية المصرية اليوم الإثنين أن إدارة الأهل المصري قامت بمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مكافأة التأهل إلى دور ربع النهائي مسابقة دور أبطال إفريقيا وأوضحت لمصادر أن إدارة الفريق المصري تسعى للحصول على المكافأة المخصصة من الاتحاد الإفريقي للعبة في أسرع وقت للوفاء بالالتزامات تجاه لعبي الأهلي الذي وعدتهم بالمكافأة بعد تخط دور المجموعة وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مبلغ 800 ألف دولار للفريق التي تضمن تأهلها إلى الدور الربع النهائي المسابقة والتي يتواجد ضمنها الممثلي الكرة المغربية الرجاء والويداد الرياضي وكان الأهلي قد تغلب على الرجاء الرياضي بهدفين لسلفر في دهاب دور الربع النهائي قبل مباراة العودة التي ستجرى يوم السبت 29 أبريل الجري ويصار إلى أن المباراة العياب بين الرجاء الرياضي والأهلي المصري ستجرى يوم السبت على أرضية الملعب محمد الخاميس بالدار البيضاء كشفت تقارير الصحفية الإسبانية أن إدارة برشلونة بدأت تخطط تقديم عقد احترافه للعب المغربي لمين يامل والذي تم استدهائه للمدرب شافي إرنانديز ليكون ضمن القائمة الفريق التي ستواجه أتلتكو مدريد لأمس الأحد في الجولة الثلاثون من الدول الإسباني وحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن إدارة 15 من شهر يوليوز القادم موعد من أجل التوقيع مع اللايب المغربي لمين يامل الذي سيكمل في تاريخ المذكرة العام السادس ويمكنه توقيع أول عقد إحشراف له رفقة برشلونة وحسب المصادر ذاتها فإن لوائح المدرسة برشلونة تشتيط على اللايب الحال إحشرافه من سن 16 عاما أن يلتزم بالتوقيع على أول عقد إحشراف له ويشار إلى أن لامين يامل انضم إلى النادي المدرسة نادي برشلونة في عام 2012 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة